ننتقل إلى الزميل بهاء محمد أهلا بك بهاء مجلس الدولة عقد اليوم بتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة حول إشراف القضاء على الانتخابات ماذا في التفاصيل تحياتي لك دينا على السلام مشاهدي أكستر نيوز في هذه المتبعة المباشرة لهذه الندوة كما ذكرت والتي أتى تحت عنوان الأشراف القضاء على الانتخابات ونظمها مجلس الدولة بتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وأعضاء أيضا إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وأكثر من 350 قاضي من مجلس الدولة يعني في هذه الندوة بتهدف بالطبع إلى أو بتأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاء مجلس الدولة للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020 كمسؤولية قومية بالطبع بتحتم على الجميع أن يعد لها إعداد جيد وحسن إدارتها بل والمشاركة فيها يعني عدت محاور جلسات كانت هناك بدأت منذ تمام الساعة العشرة والنصف صباحا بدأت بالكلمة الرسمية لرئيس الجلسة وهو المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أعقبها كلمة للمستشار لشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ثم بدأت جلسات الندوة أو المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان الإشراف القضائي على الانتخابات يعني نقشت عدة محاور ربما أبرزها الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان وهذه الجلسة تضمنت كلمة لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أيضا كانت هناك جلسة أخرى بتتحدث حول دور وأداء القاضي في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحل به عند مباشرته لدوري وهذه الجلسة تضمنت كلمة للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة وكانت هناك أو نحن الآن في انتظار بعد اللحظات قليلة بدأ الجلسة الأخيرة من هذه الندوة التي تأتي تحت عنوان الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعتها خلال مباشرة القاضي لعملية الاقتراع والإجراءات التي تتخذها الهائة الوطنية لضمان حسن وتنظيم العملية الانتخابية كما ذكرت لك دينا هناك أكثر من 350 قاضي من مجلس الدولة حضروا هذه الندوة للاستعداد للمشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها بالداخل يومي السبت والأحد الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أكتوبر الجاري شكرا جزيلا لك بها محمد مرسل أكسانيوز